مراسم توقيع اتفاق إبراهيم ستكون في غضون ثلاثة أسابيع بحضور وفدي إسرائيل والإمارات الاتفاق قد لا يكون الوحيدة والأخير فحسب وكالات رويترز ونقل عن نسؤل كبير في البيت الأبيض قال إن جاريد كوشنر كبير مستشارية رئيس دونالد ترامب وأفي بيركوفيتش المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط على اتصال مع دول عديدة في المنطقة في محاولة لرؤية إن كانت اتفاقات أكثر ستوقع المسؤول لم يكشف عن أسماء دول محددة ولكنه أكد أن هناك العديد من الدول التي كان مسؤول البيت الأبيض على اتصال بها وأضاف أن هناك اتصالات بمسؤولين في دول عديدة عربية وإسلامية في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا وعلى الفور تركزت تكهنات على دولتين خليجيتين هما مملكة البحرين وسلطنة عمان التي رحبت بالاتفاق على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات كما أن السودان أيضا مثار تكهن ربما ما يرجح أيضا أن تكون البحرين هي الدولة المقبلة كونها سضافت مؤتمرا لشرق الأوسط نظمته الولايات المتحدة قبل عام لجمع أموال للفلسطينيين والأردن في إطار خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط أيها أوسط أيها kilometers